وسط أجواء احتفالية تحت حراسة الأجهزة الأمنية يحتفل الأقباط الكاثوليك وأدباع الكنيسة الأسقفية بعيد الميلاد المجيد في مصر ويرفع رؤساء الكنائس خلال العيد صلواتهم لمصر وشعبها فيما خصصوا رسالتهم بتلك المناسبة للحديث عن السلام تدق الأجرس وتصدح الألحان ويرفع القصاوسة البخور ويرنم الشمامسة ترانيم الفرح المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة ابتهاجا بميلاد المسيح الاحتفالات تعم العالم وفي مصر يشعل أقباط الكنائس التي تتبع التقويم الغربي الشموع للعذراء والدة المخلص الذي جاء للدنيا ينثر المحبة ويبشر بالسلام خلال قداسات العيد التي ترفع فيها الصلوات لمصر وشعبها التي احتلت مكانة لم تنالها أي دولة في سيرة المسيح حتى أنها ذكرت سبعمائة مرة في الكتاب المقدس فمصر التي تعتبرها الكنائس أرضا مقدسة كالأرض التي ولد فيها المسيح فتحت أحضانها للعائلة المقدسة كملاذ آمن تتبرك من آثارهم التي تركوها في مصر طوال مسيرة عامين ونصف العام قطعوا خلالها مسافة ألفين كيلو متر من شمال البلاد وحتى جنوبها يبحثون فيها عن الأمان من بطش هيدروس الملك تأتي الذكرى التاسعة عشر بعد الألفين لميلاد المسيح لتحرص فرحة الأقباط عيون رجال الأمن الساهرة التي نفذت خططا وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصوارها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء الاحتفالات عبر الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع وتكثيف انتشار ارتكازات الأمنية بكل المحاور المرورية والمناطق المهمة والحيوية ودور العبادة وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كل المواقف الأمنية للتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تعكير صفو احتفالات المصريين ووسط تلك الأجواء الآمنة يقيم الأقباط احتفالاتهم التي تحظى مصر وأبناؤها فيها بصلوات ودعوات رؤساء الكنائس في قداسات العيد الذين خصصوا رسالاتهم بمناسبة ذكرى ميلاد المسيح للحديث عن حاجة العالم للسلام والأمن والاستقرار وإرسال الرسائل للمسيحيين في الخارج بأن مصر تسير على الطريق الصحيح بمشروعات التنمية التي تقيمها الدولة في كل شبر على أرض الوطن مبشرين بغد أفضل للمصريين مسلمين وأقباط ترجمة نانسي قنقر